نروح لزملائنا الأعزاء المتواجدين في أكتر من محافظة وأكتر من مدينة مصرية عزيزة وغالية على قلوبنا برحب بزمائل الموجودين معايا من القاهرة نور إبراهيم ومن بورسعيد مارينة أمير من إسماعيلية محمد الجباس من منوفية محمد شاين ومن اسكندرية طبعا عمر موسى اسمحولي أبدأ مع الإسماعيلية إسماعيلية كانت هي نقطة العبور مش بس للقوات ولكن كانت نقطة عبور للأمة المصرية ككل مش بس الجنود هم اللي عبروا ولكن كمان دول عبروا بينا ما عبروش بس بمعداتهم وأسلحاتهم ولكن عبروا بالوطن بالمصريين والأمة العربية اللي كانوا عايشين وقتا من خمسين سنة وعبروا بينا إحنا كأجيال جاية من بعدهم وإن شاء الله أجيال تانية كتير برحب بي زميل العزيز محمد الجباس بإسماعيلية محمد صباح الخير كل سنة وانت طيب وأنا شايفك اهو في نقطة العبور في إسماعيلية على ضفة قناة السويس أرجوك اللي الصباح النهاردة عندك عامل إزاي صباح النصر عامل إزاي فضل يا محمد صباح النصر على حضرتك أستاذ عامل وصباح النصر على مشاهدين سي بي سي يعني تغطية خسر سي بي سي ليوم القرامة خمسين سنة نصر أكتوبر من هنا من محافظة الإسماعيلية محافظة إسماعيلية يعني زي ما كتب التاريخ خلدت نصر أكتوبر شوارع ومنازل محافظة الإسماعيلية خلدت كمان يعني الترابط الشعبي مع الجيش في العبور ونصر أكتوبر 73 الشوارع شهد على القصص والحكايات والفخر والعزة والقرامة في تحرير أرض سينا الغالية السنوات طويلة مرت على حرب أكتوبر لكن لسه منازل إسماعيلية وشوارع إسماعيلية بتحكي القصص وبتحكي الحكايات لو تكلمت مع أي حد من شوارع أو من محافظة إسماعيلية هيحكي لك التاريخ هيحكي لك المقاومة الشعبية ضد العدوان في الوقت ده هيحكي لك على وقت الانطلاق هيحكي لك على المعارك في كرة الإسماعيلية وصمود أهل محافظة إسماعيلية وصمود قوات وجنود الجيش المصري في العبور للبر التاني وتحرير أرض سينا الغالية يعني حكايات كلها نصر وكرامة كتبها أهالي محافظة إسماعيلية كمان يعني إسماعيلية هتشهد ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر عدد من الفعاليات الثقافية يعني لحكي وتوصيل ما تم خلال هذا النصر العظيم للأجيال القادمة والأجيال الحالية كمان كان فيه بعض المسابقات لوزارة تربية والتعليم دمن الاحتفالات في محافظات مصر كلها دمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر لكن خلينا كلمك كمان على نصر جديد آه بنحتفل بيوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم من هنا من على ضفاف قناة سويس وعلى نقطة الانطلاق لتحرير أرض سينا الغالية لكن سينا بتشهد عملية تنمية كبيرة جدا الحقيقة في خلال التسع سنوات السابقة يعني بنشوف فيها مشروعات عملاقة مشروعات قومية كبيرة جدا في محافظة الإسماعيلية استفاد منها محافظة الإسماعيلية المحافظة يعني اللي عانت أثناء حرب أكتوبر بشوارحها ومنازلها لكن النهاردة تشهد طفرة تنموية كبيرة جدا بمشروعات عملاقة قومية كبيرة بلغت تكلفتها حتى الآن 800 مليار جنيه منها أنفاق تحيا مصر اللي ربطت الدلتا بسينة لتسهيل عملية التنمية منها قناة السويس الجديدة اللي قللت وقت عبور السفن واللي زودت الناتج الخاص بقناة السويس كمان في محطة مياه معالجة مياه المحسمة اللي يعني بتعتبر تاني أفضل محطة في الشرق الأوسط حسب المعالجة المياه حسب المؤسسات الدولية مدينة الإسماعيلية الجديدة اللي فيها أكتر من 23 ألف وحدة سكنية علشان تخدم أهالي سينة وتوسع الحيز العمراني لمحافظة الإسماعيلية بمدينة جديدة فيها عدد كبير جدا من الوحدات علشان تخدم كل فئات المجتمع الإسماعلاوي يعني مدينة إسماعيلية زي ما عرفت بالجمال هي مدينة السحر والجمال اللي عاد لها هدوءها وعاد لها طبعتها الجميلة الحقيقة بعد 50 سنة من نصر أكتوبر العظيم واللي لسه لحد النهاردة أهل إسماعيلية أهل محافظة إسماعيلية بيحكوا القصص وبيحكوا الحكايات اللي حصلت على دفاف قناة سويس إحنا هنجيلك تاني يا محمد هنجيلك تاني لسه الكلام كتير قوي 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 عن إسماعيلية وعن برسعيد وعن السويس وعن كل مدن القناة اللي كانوا أبطال بكل ما تحمل الكلمة من معنا هنتكلم معاك وهتحكي لنا إيه الجديد اللي حصل في إسماعيلية ولكن اسمح لي نحن نروح سريعا لمدينة أخرى مدينة باسلة نروح برسعيد مع مارينة أمير وبرسعيد الحقيقة دورها كان عظيم جدا دور برسعيد وحرب برسعيد كذا ما كانوا بيسموها ضربت كل معاني الشجاعة والبسالة أهل برسعيد الكرام في الوقوف أمام محاولة العدو وقتها إنه هو يلتف وإنه هو يحقق انتصار زائف وانتصار وهم المعركة اللي دارت في شوارع برسعيد وفي شوارع السويس كمان كانت معركة بسلة وأعتقد دباباتهم وخسائرهم اللي موجودة في المتاحف واللي اتفحمت على إيد رجالة برسعيد ورجالة السويس أعتقد لسه موجودة وهي خير شاهد فتحية برضو لنا لأهالي برسعيد ونروح لزميلتنا العزيزة مارينة أمير من برسعيد طيب مارينة لو سمعاني بصبح عليك كل سنة وانت طيبة وكل سنة وأهل برسعيد طيبين أهلا بك يا مارينة تفضلي كل سنة وحضرتك طيب وأستاذ عمرو كل سنة وكل مشاهدي سي بي سي بكل خير أنا أتواجد الآن بمحافظة برسعيد وتحديدا في ميدان الشهداء منذ قليل تقدم عادل غضبان محافظ برسعيد وضع أكليل الورود على النصب التسكاري تخليدا لأرواح الشهداء رحمهم الله جميعا يا رب شعبيا كما ذكرت أستاذ عمرو أن محافظة برسعيد هي المحافظة يعني تسمى بالشرارة التي أشعلت الحرب والانتصارات أيضا يعني خلينا نتكلم عن رجال المقاومة الشعبية طبعا في محافظة برسعيد فهم يعني ضحوا بأنفسهم ودماءهم وأموالهم أيضا فكان منهم السيدات أيضا كان لهم مشاركة مميزة يعني في التدريب وتأهيل السيدات لحمل السلاح يعني خليني أقول لحضرتك أنه الاحتفالات ما زالت مستمرة هنا في ديوان محافظة برسعيد يعني محافظة برسعيد عموما الشعب يعني يتوارس فكرة الوطنية بلد الأبطال وفكرة رفض الاحتلال دي بلد الأبطال يا مارينة يعني برسعيد يعني يتقال عنها كتير جدا وممويل طويلة جدا اسمحيلي سريعا كده وحنرجع لكم طبعا على مدار اليوم جميعا شبكة مرسل سي بي سي في كل المحافظات ولكن أروح لحطة عزيزة قوي قوي على قلبنا كلنا بقى ميتا بولكوم منزل الرئيس السلاة رحمة الله عليه البيت اللي هذا الرجل البطل العظيم الأكيد لما كان بيروح في أوقات صعبة جدا قبل تحضير المعركة لو كله طوبة في البيت ده لو كل جدار في البيت ده لو كل حبة رملة قدام البيت هتشهد قد إيه إن هذا الرجل تحمل صعاب وتحمل مسئولية كبيرة جدا كانت على عاطقه وهو قرار التحضير طبعا للمعركة والأكمل وبعد رئيس عبد الناصر رحمة الله عليه ثم قرار الحرب وقرار العبور وما بعد الحرب وما بعد العبور ميتا بولكوم كل تأكيد مكان غالي على قلبنا جميعا بيت الرئيس محمد أنور السلاة رحمة الله عليه برحب من العزيز الموجود هناك محمد شهين يا محمد تحياتي لك أهلا بك يا محمد ويعني في النهاية لا يصح إلا الصحيح وراج صورة الرئيس العظيم الراحل محمد أنور السلاة فاضل يا محمد برحب بك يا سيد عمرو وصباح الفل وصباح النصر يا مصريين يا صباح النصر ردينا ورديته الظلم على الظلمين والنصر المصر النصر لمصر والعزة لمصر والكرامة لمصر والشرف لمصر دايما لأن مصر دايما ولادة ودايما يعني يعني كل بطل لو بفرقنا بحياته ولكن سرته بتفضل موجودة ولذلك إحنا موجودين النهاردة في ظلم إحنا بنحتفل باليوبل الذهبي ومرور 50 عام على نصر أكتوبر موجودين في كل شوارع مصر وموجودين النهاردة في حتة عزيزة قوي على قلوبنا زيما حضرتك تفضلت يا سيد عمر في قرية ميت أبو الكوم بمركز تلا بمحافظة المنوفية وداخل منزل إحنا يعني كنا عندنا خجل كبير جدا وإحنا دخلين وفخر كبير جدا وإحنا دخلين لأنه منزل رمز كبير جدا من رموز حرب أكتوبر المجيدة منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات اللي موجود هنا في قرية ميت أبو الكوم مركز تلا محافظة المنوفية واللي تحول سنة 96 لمتحف علشان يأكد المصريين على أنهم بيحافظوا على مقتنيات الأبطال العظماء اللي هيفضلوا يعني يعيشين في وجدنا وفي قلوبنا طول التاريخ وأبد الظاهر دايما بإذن الله هنا في مركز أو في قرية ميت أبو الكوم في مركز تلا بمحافظة المنوفية الرئيس السادات أثبتوا ودنا درسي كده لكل المصريين والكل العالم أن المصري المخلص الوطني عمره أبدا ما يتخلى عن الهوية بتاعته وعمره أبدا ما ينخلع من هذا السوب أو هذا السوب اللي كان بيرتدير الرئيس السادات كان دايما وفي زيارات مستمرة لمحافظة المنوفية وفي مركز تلا في قرية ميت أبو الكوم كان دائما متواجد هنا داخل هذا المنزل باستقبل أهالي القرية من الفلاحين وباستقبل زعماء ورؤساء أعظم دول العالم مش عايزة استفيدة الزعمر كتير في هذه النقطة علشان خاطر يعني نتحرك كده في جولة أو يعني نتشرف بلقاء واحد من أبناء قرية ميت أبو الكوم وهو أحد المتطوعين ضمن فريق متطوع علشان يحفظوا على تراث ومقتنيات الرئيس السادات في هذا المتحف الأستاذ سامح الشحيمي برحب بحضرتك وكل سنة وحرق طيب وعايزين كده تعتبرنا أن احنا زوار دخلين عليك وتاخدنا كده في جولة كده وحكاية جميلة عن هذا المتحف الأول بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برحب بيكم على أرض البطل الزعيم الراحل محمد أنا والسادات بنقول صباح الخير صباح التفاؤل صباح السعادة صباح العزة صباح الكرامة من على أرض البطل الزعيم الراحل محمد أنا والسادات حذك طبعا في البداية بشكركم لاستضافتكم الجميلة النهاردة للعام الخمسين على التوالي بعد انتصارات اكتوبر المجيد وتحتفل مصر بأكملها بل العالم العربي بأكمله بانتصارات اكتوبر المجيد وقناة سيبي سين مميزة على أرض متحف البطل ودايما معانا في انتصارات وفرح وسعادة بإذن الله أبرز أهم المقتنات اللي موجودة حضرتك النهاردة بس الأول عشان بس الأول نبز سريع عن المكان احنا في متحف البطل الزعيم الراحل محمد أنا والسادات في منزله ومتحفي بقرية متابلكوم أهل المكان إلى الأستاذ أنور عسمة سادات وتم التنصيق مع السيدة الفاضلة مدام جيهان سادات أنا زاك طبعا بدأنا التنصيق معاها عشان تدينا أكتر المقتنيات ومعظم المقتنيات اللي موجودة عندها عشان يبقى موجود معانا في المتحف ويخلت ذكرى البطل الزعيم الراحل محمد أنا والسادات يمكن النهاردة داخل المتحف جزئنا المتحف إلى أكثر من جزء إلا إن كان أبرزهم وأهمهم جزء خاص بالصور اللي بتحكي تاريخ البطل المشرف مع رؤساء وملوك العالم المختلفة كمان مجزئين المتحف إلى جزء خاص بالأسرة والأولاد والأحفاد كمان مجزئين المتحف إلى جزء خاص بالمكتبات والكتب الخاصة بالبطل أنا والسادات يعني جولة وتفاصيل كتيرة جدا داخل متحف الرئيس محمد أنا والسادات هنا في قرية ميت أبلكوم مركز تلا طبعا يعني كثير من الزكريات وكثير من الصور اللي بنتشرف فيها كلنا يعني شكرا لإدارة قناتنا أنها أتاحت لنا الفرصة دية كشباب علشان نشارك في هذه التغطية وندخل هذا المتحف العظيم ونكون متواجدين في كل شارع مصر عشان نهني الشعب المصري ونهني الأمة العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة هنرجع لكم تاني بعد شوية محتاجين لا جولة بقى تفصيلية هتقفلنا على كل قطعة وعلى كل صورة وتحقلنا حكايتها طبعا دي بس كانت مقادمة كده سريعة وضيفك الكريم مشكورين قلتلنا إيه اللي هيتم ولكن هنرجع لكم إن شاء الله بعد شوية محتاجين منكم تفاصيل أوفة وتفرجونا والناس اللي مرحتش بيت رئيس السادات في ميتة بالكوم ومتحفوا دلوقتي يقدروا إن شاء الله يشوفوا هذه المقتنات بعد شوية مع زمنا محمد شهين وضيفه الكريم أروح برضو لسه إحنا مع الرئيس محمد أنور السادات ولازم نتوقف برضو مع مكان آخر احتفى بسيرة رئيس أنور السادات رحمة الله عليه وهي مكتبة الإسكندرية اللي عملت جزء مخصوص من المكتبة مضحف لمقتنات رئيس السادات يعني أنا تشرفت طبعا برضو بزيارته زي ما زورت بيته في ميتة بالكوم أول ما تدخل المتحف الرئيس السادات في مكتبة إسكندرية هتسمع أو هتشوف الأول راديو قديم راديوات الليلة قديمة الخشب وهتسمع صوت طلاوة القرآن الكريم بصوت رئيس محمد أنور السادات في كل حتة وانت بتلف في متحف الرئيس السادات في مكتبة إسكندرية هتسمع صوته لأنه سجل القرآن الكريم بصوته صوته رائع وصوت عذب نروح لمكتبة إسكندرية المتحف الرئيس السادات في المكتبة مع زميلنا عمر موسى عمر تحياتي ليك وطبعا وراك كل حاجة بينا يعني من أول الحزاء العسكري للكاب للصولجان اللي كان بيمسكه للمكتب بتاعه فأرجوك لنا الأجواء عندك في المتحف الرئيس السادات في إسكندرية يعني صباح الخير عليك يا عمر وصباح الخير على مشاهدين الكرام مشاهدي قناة سي بي سي صباح العزة والفخر والكرامة بتضحيات جنودنا الأبطال وتضحيات الشعب المصري العظيم اللي استطاع تحويل الهزيمة إلى نصر كاسح في 73 67 كان العالم كله بيتحدث عن استحالة تحقيق الجيش المصري هذا الانتصار العظيم ولكن الجيش المصري العظيم وبتضامن الشعب المصري العظيم حينما خرج مسانداً للرئيس جمال عبد الناصر عندما تنحى بعد النكسة وساند الجيش المصري والقيادة السياسية لتحقيق النصر مروراً بحرب الاستنزافة خلينا أقول لحضرتك أنا موجود في الأسكندرية وقبل ما تحدث عن الرئيس الراحل العظيم محمد أنور استداد خلينا نتكلم عن إسكندرية وأهل إسكندرية وتضحيات أهل إسكندرية في هذه الحرب العظيمة وطبعاً في الإسكندرية موجود قيادة القوات البحرية قوات البحرية اللي كان لها دور كبير في حرب أكتوبر عملية الإبرار البحري وعملية مساندة القوات المسلحة القوات البرية على امتداد طول السواحل المصرية 1600 كيلو متر وأيضاً 400 كيلو متر في أرض فلسطين المحتلة وأيضاً ما قامت به قوات البحرية المصرية من قطع الإمداد في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ والسيطرة على باب المندبة دور بطولي لعبته القوات البحرية كان لابد أن نتحدث عنه ونحن متوجدين هنا في محافظة الإسكندرية وأيضاً دور محافظة الإسكندرية يعني الزميلي بتكلموا من الإسماعيلية وبرو سعيد ومدن القناة كان أهالي المدن الباسلة مدن القناة الباسلة وقد دورهم الكبير في حرب أكتوبر والمقاومة من أول النكسة 67 حتى تحقيق الانتصار محافظات الجمهورية كلها طبعاً يا عمر كان ليها دور كبير بتقديم أبطالها وتقديم أبنائها كشهداء ومصابين في هذه الحرب إلى أن تحققت حرب 73 اللي احنا كلنا بنحتفل بيها حتى الآن احنا بنحتفل بليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر وخلينا نقول للمشاهدين ونعرفهم دلالة وجودنا هنا في مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية العريقة اللي بيتم فيها أرشفة وتنشر الوعي والثقافة والتنوير للشباب المصري بالتأكيد يا عمر ناس كتير وأنا من الجيل اللي ما حضرتش حرب أكتوبر فإحنا بنستعين بيه سواء الأفلام التسجيلية أو السينما أو التلفزيون أو المسرح لتوثيق بطولات حرب أكتوبر المجيدة ونشر الوعي والثقافة لهذه الحربة أرجع تاني وأقول أن احنا موجودين دلوقتي داخل مكتبة الإسكندرية لهذا الغرض وأيضا موجودين داخل متحف الرئيس محمد أنور السادات وهو المتحف اللي عملته مكتبة الإسكندرية سنة 2009 وثقت من خلاله مسيرة البطل الراحل محمد أنور السادات بوجود العديد من المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات وللتعريف الجمهور الكريم والشباب الصغير اللي زينا بأهمية هذه الحرب وإنت بقى عمر ان شاء الله هنرجع لك بعد دقيق قليلة زي نور كده ما هو زي شهين ما هو موجود في ميتابولكوم في متحف الرئيس الراحل في ميتابولكوم فإن شاء الله هيبقى ليك وقت طويل إن شاء الله تشرح لنا كل المقتنيات والمذكرات وكل حاجة موجودة عندك في متحف الرئيس السادات في مكتبة الإسكندرية وكمان مع محمد شهين في متحف في ميتابولكوم ولكن نروح سريعا للعاصمة القاهرة طبعا بطبعة الحال كانت مقر القيادة العامة وهي مقر القيادة العامة العاصمة السياسية الكتلة الأكبر من الشعب المصري موجودة في العاصمة اللي عاشت الهزيمة واللي عاشت النصر واللي حتى اليوم بتحتفل يعني بيلاقي المتاحف وبالمناسبة النهاردة النهاردة المتاحف مفتوحة مجانة الشوارع ريئة الجو حلو وكل حاجة يقدر كل واحد من حضراتكم يطلع على بانوراما حرب أكتوبر ياخد ولاده كده وينزل بيوم متحف الحضارة ينزل على المتحف المصري وينزل بحضراتكم فرصة طيبة جدا نطلع على بانوراما حرب أكتوبر الموجودة في صلاح سالم نوري ولادنا ونحكي لهم ونشوف الفيلم والعرض التوثيقي اللي بيتعارض نوريهم الأسلحة اللي كنا بنستخدمها والأسلحة اللي الجانب الآخر كان بيستخدمها ونعيشهم الأجواء دي فدي الحقيقة فرصة طيبة جدا وإحنا في القاهرة نروح ليز من العزيز نور إبراهيم ونعرف منه ونشوف منه الأجواء عاملة ازاي وشمس القاهرة الجميل وصباح القاهرة المشرق طبعا في يوم عظيم زي دا يا نور كل سنة وانت طيب وأهلا بيك نور هل تسمعني؟ طيب هنرجع لنور ولو إن الصورة من وراء نور كده يعني الجيزة هي وراه فإحنا شايفين شارع النيل الدنيا ريئة الشمس حلوة وجميلة فدي فرصة طيبة جدا زي ما قلنا لحضراتكم نقدر ناخد ولادنا بعد ما أكيد خلاص فطرنا هو ناخد الولاد وناخد المواصلة ناخد العربية وننزل على المتاحف وخصوصا المتاحف الخاصة بيه القوات المسلحة مفتوحة البنراما مفتوحة نقدر إن إحنا ننزل ونستمتع باليوم الجميل دا مفتوحين كلهم مجانا للناس عشان خاطر نتستمتع بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر نور برحب بك مرة تانية والصورة من حوالي الجميلة وشمس القاهرة في يوم الانتصار شيء عظيم جدا جدا أرجوك نقلنا الأجواء من عندك صباح العزة صباح الكرامة وصباح النصر على كل المصريين في كل شبر في مصر يا أستاذ عمر خمسين عام مروا على حرب أكتوبر المجيدة خمسين عام مروا على حالة الانكسار لحالة الانتصار خمسين عام مروا على حالة الهزيمة لحالة العزيمة والإرادة اللي خلت المصريين يقدروا يعدوا حاجز الصعوبات ويعدوا الضفة الشرقية ويستردوا سينة حبيبتنا من جديد والفضل ده يرجع ليه ربنا ثم الرئيس الراحل الشهيد بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات وقيادات الكوات المسلحة المصرية اللي ما استخدمتش في الحرب الكوة المفرطة فقط لا استخدمت العقل والتخطيط العقل والتخطيط في حاجات كتير قوي عشان يعدوا حواجز كتيرة ويستردوا أرضهم الغالية وأرضنا الغالية سينة الحبيبة زي اللواء باقي زاكي يوسف اللي طلع فكرة خرطيم المياه اللي هد أو حصن خط برليف المنيع زي ما كانوا بيقولوا أنه هو منيع زي اللواء أحمد مأمون اللي قدر يصنع منتج أو يصنع شيء أنه هو تبقى مادة صلبة يقدر يسد من خلالها ضفاضع البشرية أنابيب النبال ويقدروا يعدوا جنودنا للبر التاني زي الشفرة النوبية الشفرة النوبية من خلال المجند أحمد إدريس اللي عرض فكرة الشفرة النوبية على الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان على الفور وكرر على الفور تنفيذ الشفرة الشفرة النوبية هي لغة منطوقة وغير مكتوبة فيعني أي طبعا لغة في العالم مش هتقدر تفسر إيه هي الشفرة النوبية أنا عايز أقولك حاجة نور يعني من بين الأبطال بمأنك أنت جيت على سير الأبطال دول والعظماء والممكن ناس كتير ما بتتكلمش عنهم ولكن مثلا مثلا هديك مثال الدكتور المهندس محمود سعادة أحد رجال مركز القومي البحوث قبل حرب أكتوبر كان ليه دور كبير جدا وهو راجل متخصص في الكيميا كان ليه دور كبير جدا في أنه هو يساهم في إيجاد أو في تصنيع في تصنيع الوقود الخاص بالسواريخ سام ستة أنت متخيل بعد ما منع منع الوقود الخاص بيها أو السلاح الخاص بسواريخ سام ستة وكان يعني ممكن معاركة كلها كلها كانت تفشل ما كانتش تقوم لولا الجهد الكبير الحقيقة اللي قام بالدكتور محمود سعادة عايز أقول لك الدكتور محمود لما الخبر ده وصل لرئيس السادات واستدعاه وانا الحياة تشرفت نالتقيت أسرته من سنوات قليلة وكان في حلقة كاملة عنه عايز أقول لك معلش هنقاسف يا نور أطيعتك ولكن أسرته كانت بتقول أنه زوجته كانت بتقول أنها ما كانتش تعرف قاعد سنين طويلة السنين الفترة قبل الحرب بيحضر للاختراع بتاعه ثم حتى بعد الحرب تخيلوا حضراتكم أسرته زوجته أولاده ما كانوش يعرفوا أن هذا الزوج وهذا الأب اللي معاهم في البيت كان ليه هذا الدور البطولي البطولي في أنه هو يصنع المادة الخاصة به سواريخ سام ستة اللي كان ليها أهم دور في انتصار أكتوبر رجال الحقيقة يعني فعلا صدقوا معاهدوا الله عليه فعلا بكل ما تحمل كلمة بمعنى ولا كان هدفهم لا شهرة ولا مجد ولا أي شيء أنا آسف النور تفضل دي حقيقة 50 عام يا أستاذ عمر مروا والحد النهاردة زي ما حضرتك كنت لسه بتقول بنكتشف وهنكتشف حقيقة كصص وروايات إحنا ما كناش نسمع عنها ونعرف عنها ومع كل سنة بنكتشف جديد عن حرب اكتوبر وعن أبطالنا اللي كانوا سبب رئيسي إن إحنا نسترد أرضنا الغالية أرض سينة الحبيبة أنا واحد من المواطنين أو الأجيال اللي ما عاشتش حرب اكتوبر لكن مع كل ذكرى الحرب اكتوبر أنا بحس بفخر وبعزة طبعا وانتصار وببقى فعلا متفخر في حالة فخر بعيش فيها لبلدي وانا أنا جيشي كوي وقدر يحقق إنجاز زي كده تمام طيب لو إحنا مفرحناش يا نور وزملائي الأعزاء اللي منوارين الشاشة في إسماعالية وبرسعيد في المنوفية في القاهرة في اسكندرية لو إحنا مفرحناش النهاردة في يوم الناصر لو مفرحناش بيوبيل الذهب الانتصارات أكتوبر يا ترى مين يعني اللي هيفرح إحنا بس اللي من حقنا إن إحنا نفرح بشكركم زملائي الأعزاء شكرا جزيلا هنرجع لكم بعد دقائق قليلة كل واحد في مكانه هنقل لنا الاحتفالات التفاصيل اللي عنده بكل تأكيد ولكن هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هيكون معنا أحد أفراد أسرة الرئيس الرحيم محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام كون معنا سيدة لو عفادة سادات بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا شكرا جزيلا